السلام عليكم ورحمة الله معكم عصام الإدريسي وسنتعرف الآن على العوامل في R أو Operators سنبدأ إذن بتعريف معنى عامل أو Operator إذن العامل هو رمز يخبر المترجم يعني The Compiler بإجراء عمليات حسابية أو منطقية محددة ولغة R غنية بالعوامل المدمجة حيث توفر لنا المشاغلات التالية أولا The Arithmetic Operators أو العوامل الحسابية ثانيا العوامل العلائقية تليها العوامل المنطقية وأخيرا Assignment Operators أو عوامل الإحالة إذن سنبدأ أولا بدراسة العوامل الحسابية يتم استخدام هذه العوامل لتنفيذ عمليات ريادية مثل الجمع والضرب إلى آخره لدينا إذن الجمع، الطرح، الضرب، والقسمة سنمر إذن لبرنامج R لنرى كيف تتم مختلف هذه العمليات لدينا مثلا خمسة زائد ثلاثة تساوي تمانية، سبعة ناقص أربعة بالنسبة لعملية الطرح، أو خمسة مضروبة في ستة بالنسبة لعملية الضرب، وبالنسبة لعملية القسمة لدينا ستة عشر مقصومة على أربعة، خارج هو أربعة، يمكن أيضا القيام بعملية دخمة ومركبة، فمثلا خمسة عشر ألف وثلاثة مضروبة في خمسة وأربعين، مقصومة على خمسة عشر، إن الخارج كما ترون خمسة وأربعون ألف وتسعة أيضا يمكن أن نجرب أربعة عشر ألف وثلاثة زائد عشرون ألف وخمسة ناقص ثلاثة عشر ألف يعني الخارج كما ترون واحد وعشرون ألف وثمانية يمكن التأكد من هذه العمليات باستعمال الآلة الحاسبة ويمكن أيضا أن نستعمل ما اكتسبناه في الدرس السابق الخاص بالمتغيرات كالتطبيق في هذا الدرس فليكن إذن المتغير X الذي يأخذ القيمة التالية خمسة عشر والمتغير Y ونعطيها القيمة التالية خمسة إذن يمكننا القيام بنفس العمليات أيضا على هذان المتغيران مثلا X زائد Y خمسة زائد خمسة عشر أو X ناقص Y خمسة عشر ناقص خمسة أو كذلك X مضروبة في Y أو X مقصومة على Y يمكننا أن نضيف أيضا متغيرا آخر Z تساوي 2 لكي نقوم بعملية مركبة باستعمال هذه المتغيرات فمثلا X مضروبة في Y ناقص Z أيضا يمكن أن نجرب X مقصومة على Y مضروبة في Z يعني خمسة عشر مقصومة على خمسة مضروبة في اثنان أو أيضا X زائد Y مضروبة في Z لدينا أيضا exponent أو عملية الأس فمثلا باستعمال يعني الثوابت لدينا خمسة أس اثنان تساوي خمسة وعشرون وهو خارج خمسة مضروبة في خمسة أو باستعمال متغيرات أيضا لدينا X أس زاد يعني خمسة عشر أس اثنان نية خمسة عشر مضروبة في خمسة عشر والخارج هو مئثان وخمسة وعشرون ويمكن استعمال الأس أيضا في عملية مركبة مثلا X بلاس Y أو Z يعني خمسة عشر زائد خمسة أس اثنان وتجدر الإشارة هنا إلى أن الـ R يحترم الأسبقية التي تعطى يعني العمليات الضرب والقسمة على حساب عمليات الجمع والطرح فمثلا لدينا العملية التالية خمسة عشر زائد خمسة أس اثنان فالأسبقية هنا كانت لعملية الضرب يعني خمسة أس اثنان التي في الأساس عملية الضرب يعني خمسة مضروبة في خمسة هي خمسة وعشرون زائد خمسة عشر تساوي أربعون إذن كما قلنا خمسة أس اثنان هي خمسة في خمسة والخارج وخمسة وعشرون والعملية يعني تكون على الشكل التالي يعني خمسة أس اثنان زائد خمسة عشر نمر الآن العملية التالية وهي القسمة الطبيعية وهي العملية التي تعطينا الخارج الطبيعي والعملية التي تليها وهي مودولوس والتي تعطينا الباقي من قسمة ما ومن أجل أن نفهم هذا جيدا يجب أن نعود إلى القسمة الأقليدية حيث لدينا المقصوم والمقصوم عليه وهنا الخارج وهو الذي نحصل عليه بعملية القسمة الطبيعية أما الباقي فهو الموافق للمودولوس إذن نعود لبرنامج R لدينا إذن خمسة مقصومة على العدد اثنان وخمسة مودولوس اثنان إذن كما رأينا في المثال فقسمة عدد طبيعي خمسة على عدد طبيعي اثنان هو عدد طبيعي اثنان حيث أن القسمة الطبيعية هنا تزيل الباقي وتعطينا الخارج فقط على عكس المودولوس الذي يظهر لنا الباقي من هذه القسمة ترجمة نانسي قنقر